أمل من السعودية تسأل عن الريح من القبل تقول هل تنقض الوضوع أمل بارك الله فيك بالنسبة للريح الخارج من قبل المرأة أو من قبل الرجل محل خلاف بين العلماء والراجح بأن الريح الخارج من قبل المرأة و قبل الرجل لا ينتقض بخروجها الوضوع لماذا؟ لأن القبل ليس محل لخروج الريح و إنما الريح تخرج من الدبر و هذه الريح التي تخرج إن مجرد فقاعات هواء ليس لها أثر في مسألة نقض الوضوع و لذلك كل من شعر بأن هناك ريح تخرج من قبله سواء رجل أو امرأة هذا لا ينتقض به الوضوع